رأوا إذا ما جهزنش نفوسنا كحركيين سلميين حضريين لعادة الحرك ومواجهة العصابات فإن الغاضبين والمنزعجين والمسخوطين والبؤساء والمفقارين سينتفضون لأن الجوع رأي يصل كل يوم إلى طبقات زيادة وإلى آلاف الناس زيادة كل يوم أكثر والأسعار ترتفع وسترتفع أكثر والبطالة تعم وستعم أكثر وهذه العصابة ما عندهمش هوا رايح المصر يزيد يتعلم شوية عن السيسي تبون المزور هذا فأنا أنصح إخواني العمل بشكل بحكمة وبدون الإعلان وبدون الكتابات في الفيسبوك والناس اللي تعرف بعضها تخدم مع بعضها بش يكون فبراير يوم 22 فبراير كما حدث العام الماضي بمناسبة الذكرى الثالثة إعادة انتفاضة شاملة وعارمة ولكن هذه المرة مش تعال جمعة وثلاثة هذه المرة أن تكون يومي تكون انتفاضة حضارية سلمية يومية للإطاحة بالعصابات كلما تأخرنا كلما غرقت بلادنا أكثر كلما دفع الناس حياتهم غرقوا ولادنا وأخواننا في البحر غرقوا في المخدرات غرقوا في الجنون غرقوا في أشياء كثيرة كلما تأخرنا زاد الناس جوى كلما تأخرنا زادت الناس قهر كلما تأخرنا زادت الناس أمراض وللحرية ثمن للعادل ثمن للكرامة ثمن وثمن أقل بكثير من ثمن الاستبداد والسكوت عليه من ثمن الظلم والسكوت عليه يجب على كل إخواننا أن يعيدوا تنظيم أنفسهم صحيح مئات رمو في السجون لكن ملايين يخرجوا في الحركة رمو بره لو آلاف منهم فقط ينظموا أنفسهم دون الحديث في الفيسبوك في تويتر والمواقع التواصل الاجتماعي خلاص فات زمانها يجب أن يكون الترتيب في الأرض والترتيب مع الناس اللي يعرفوا بعضاهم فيما يعرف بالجماعات المتآلفة أي الناس اللي يعرفوا بعضاهم لكي لا يقعش الاختراقات كل مدينة في كل حي ممكن يكونوا اثنين ثلاثة ربع مجموعات ترتب لعودة الحركة ولكن كما قلت بحرك منظم بحرك قوي بحرك يؤدي إلى إنهاء هذه العصابات بقاءهم خطر على الجزائر أكبر عدو للجزائر الجزائر عندها أداء لكن أكبر عدو للجزائر هي الطبقة المتحكمة في البلاد واللي هوت بالبلاد إلى كوارد حقيقية عمل عاقل ميداني يكونوا في ثلاثة ربع خمسة أشخاص مش أكثر المهم يثيقوا في بعضها ويتحركوا وليستستعملوا تليفونات كثيرا الفيسبوب الواتساب لا يرى ما يسمعوه وعموما والتليجرام لا يرى ما يسمعوه وعموما هذه الأجهزة كما هؤلاء لا يسمعوه وما يسمعوه هو التليفونات ولا يرى ما يرى أو إذا بعثوا لك أن ليا وكليكت عليه لا تكليكوش على ليا الروابط اللي لا تعرفوش لا تكليكيش عليه حتى اللي تعرفوه لا تكليكيش من الأحسن بعدوا عليكم تليفونات واشتغلوا في بيوتكم في حي في المهم في كل كامل السرية كان منطقي الثوار من قبل يقولوا نعمل متفرقين ونضرب مرة واحدة الحمد لله احنا الضرب نتاعنا سلمي باش ننقذ بلادنا العنف يؤدي إلى العنف وهما ما يعرفوش تعاملوا مع السلمية يعرفوا برك العنف وحبوا يخلقوا العنف أصلا وانا لا أستبعد أن بعض الأشياء هما اللي يحركوها لكن إذا كان الحرك السلمي واجد رح يطفي لهم شفتوا في الحرك كانوا حطوا الحجر كانوا دفعوا الناس كانوا دفعوا البلطجية لكن الحراك الثابت الصابر اللي عارفوش يحوس عمرونا نجرف لأن الذباب لأن البلطجية لأن الحجر اللي كان يرموه على الناس لأن الاعتقالات لا إلى آخر لأن كان هناك تفكير جمعي يقول نحن سلميين حضريين وسنستمر لكن كما قلت هذه المرة يجب أن يكون حراك يومي وحراك عميق ينهي المافيا العسكرية والمخابرات الإرهابية حياكم الله إنما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته